حلو كده؟ تمام انا عسألك على افشة بس قبل ما اسألك على افشة عايس ألك على فكرة انه الكرات السبت تفاكر لما كنت بقى اسألك من شوية قليلة كده اه اسأل حسيني يمشي حسن حمدي يجي الخطيب كل مرة يقول ايه الدنيا هتبوز فيش علي معلوم فيش محمد عبد المنعم فهتقولي الدنيا هتبوز في الكرات السبت فيطلع لك ايه يا حياطية الله ورم ربيعة فكرة المنظومة اللي عاملها مرسي الكرات في الكرات السبت تحديدا طبعا ده نادي الاهلي دلوقتي فيه ماتشاط كتيرة جدا بمحال فيها بسبب الكور السبت والجديد انه هو الكور السبت بتتذكر لانت بتشوف بتجي تراجع على الماتشاط بتاعت الفريق اخر ست سبع مباراة بتشوف الكور دي بتتلعب ازاي وبعد كده بتبدأ توقف اللعيبة وبالمناسبة الكريم ده اللي حصل في مباراة النهار الشوت التاني لما نادي الاهلي حاول كذا مرة يعمل الشورت باس ويعمل الكورنر ده بنفس طريقة دي عشان يعمل الأوفر لا الراجل بتاع جرمه هي أمحاطة تلت لعيبة عند الكورنر فقفل الموضوع عن نادي الاهلي وده المتوقع لنادي الزمالك يعمله في يوم الجمعة الجاية هتلاقي شكل جديد مختلف تمام ممكن لما الزحمة دي كلها تيجي عند الكورنر ممكن تلاقي الكورنر تتلعب عالية الواحد عند كورس 18 لو ممكن يكون مثلا امام عشور ويوم شايت واحد رفع عليك ياه الفكرة في التنوع كبير متنوع جدا هو متنوع وده وكمان عاوز اقول لك حاجة النادي الاهلي أكتر من الكورنرات كمان الكور السابتة على حدود 18 على اليمين أو الشمال بنشوف فيها كذا فكرة والنهار ده برضو تعاملت واحدة بس برضو امام عشور طلحها برة فعش كيف بقولك الكور السابتة دلوقتي وأفضل مثال على كده الأرسنل أرسنل دلوقتي ماتشات كتيرة جدا بيبقى حاسب فيها ماتش توتنم أرسنل مكان الشايف أي كرة واحدة الجابريال جابها جون وهي دي قيمة يا كريم دلوقتي في كل العالم بيجيبوا محللين أداء ومدربين للكور السابتة فقط يعني انت دورك كله في الجهاز الفني إن أنا قاعد أقعد مع المدير الفني أقول له فيه واحد اتنين تلاتة شوف مين هيعملها مين الأطوال اللي عندك مناسبة عشان تعمل الطريقة ده بالنسبة للكور السابتة حالة بالنسبة لأفشو بالنسبة لأفشو هجيلك فيه بعد الفاصل يلا بي تكون ارتحت بقى بقى